عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح خطوة في مشوار طويل اتفقنا في بدايته إنها رحلة العمر كله اللي بناخده مع بعض مجرد الخطوط العريضة الحقائق الأساسية اللي أنا محتاج أفهمها وأدركها وأتعلمها وعيشها في حياتي اللي أقدر أبني عليها حاجات كتير قوي تفاصيل كتير قوي في رحلتي الرائعة مع المسيح المسيح دعانا أن نتبعه تعالوا ورائي فرحلة المسيح هي رحلة من التبعية أن نكون له تلميذ هو معلم هو المادة اللي بنتعلمها أنا بتعلمه يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه بكل أسف كل أسف في مشوار حياتنا مش دايما بنلاقي أن المؤمنين الحقيقيين بالمسيح تلميذ حقيقيين للمسيح ناس كتيب يقول أنا مؤمن أنا أعرف ربنا أنا عايش معاه أنا بحب ربنا لكن حياته مختلفة بعيدة كل البعد عن المثل ده عن القدوة ديت وبدل ما بعكس صورة المسيح أنا بشوه صورة المسيح عند كثيرين من الناس اللي بعيش حوليهم الحل الوحيد أن حياتي تتغير زي ما بيقول الكتاب هو نظرينا مجد الرب وأنا ببص عليه وأنا بحلق عليه وأنا بقف قدامه كمرآة بعكس صورته للناس اللي حوليه ولا يوجد أعظم في حياتي من أني أتعلم من هذا الشخص الفريد الذي جاء إلى العالم وعاش ما لم يعيشه أحد من قبله ولا حتى من بعده في رحلتنا الطويلة ديت في مدرسة المسيح قلنا العمود الفقري هو معرفة الله أني أعرف ربنا على حقيقته فأحبه فأحبه لشخصه لذاته مش لعطاياه وإني أفهم القوانين اللي ربنا وضحها الإنسان فهم قوانين الطبيعة اللي ربنا وضحها فقدر يوصل للأمر وللمريخ وقدر يخزو مجالات الحياة المختلفة لكن بكل أسف الإنسان مش عارف يفهم القوانين الأخلاقية والأدبية اللي الله وضحها بينه وبينه فمش عارف يلاقي ربنا عايز ربنا اللي على مزاجه مش عايزين نعرف ربنا على حقيقته فهمي لله بيخليني أحبه فهمي للقوانين اللي ربنا وضحها بيخليني أعرف أعيش معاه وما بقاش محبط ولا أحبط الله كمان في حياتي أنا الشخصية معرفتي عن مين الإنسان الحقيقي اللي ربنا عمله على صورته مش الإنسان المشوى اللي منلاقيه النهاردة موجود في العالم ومتفرج عليه في المراية مش ده الإنسان الحقيقي الإنسان الحقيقي اللي ربنا صنعه شوهته الخطية وفي باب الإنسان ده بتعلم أني أكره الخطية في باب ربنا بتعلم أحب ربنا في باب الإنسان بتعلم أكره الخطية مش لأنا بقول عليها وحشة لكني شايفها قدي شوهتني وشوهت الناس اللي حواليها وشوهت الحياة اللي حوالينا حولت أقدس علاقة بين رجل وامرأة إلى صور ممسوخة من العلاقات اللي بنتفرج عليها النهاردة حولت الأسرة الجميلة ربنا عملها إلى أسرة مفككة مهدمة النهاردة بنتفرج عليها حولت الجنة اللي ربنا صنعها لعالم إحنا بنشوهه بأيدينا وبيصور علينا وبينتقم من عميلنا يوم بعد يوم في معرفة الله أنا بحب ربنا في معرفة الإنسان أنا بكره الخطية في باب المسيح أنا بكتشف الحل الإلهي الله أتى إلينا عشان يقول لي مين ربنا عشان يقول لي مين الإنسان الأول عشان أتفرج على الإنسان الحقيقي مرة تانية واشوفه عايش في زمن تاريخي ناس شافته كتبته سمعته سجلته موجود بين أيدينا فمرة تانية أشوف ربنا على حقيقته أشوف الإنسان على حقيقته واشوف الصليب الفداء اللي بيه ربنا صالحنا لنفسه صالحنا بدم فدائه في المسيح يسوع وبعين تكلمنا عن شركة الروح القدس الله يعيش فيها ويملأني وأدي أنا محتاج أني أعيش في هذه الشركة المقدسة مع الروح القدس وبعين تكلمنا عن إزاي قوت الصليب في حياتي اللي ابتديني النصرة على الخطية مبادئ العلاقة من إيمان ومحبة ورجاء ممارسة العلاقة مع ربنا من خلال الصلاة وخلال إقراية الكتاب المقدس ممارسة الشركة الروحية مع الكنيسة مع جماعة الرب وبعدين تكلمنا عن المصلحة مع نفسي من خلال شفاء النفس رحلة رائعة لإني أخذ فيها أعماقي بالروح القدس وأكتشف الكلكيع والجراح والألام اللي جوايا وخلي إيد ربنا تمتد جوايا لتصنع مني مرة تانية نفس مشفية متصلحة مع نفسها متصلحة مع الماضي بتاعها مش خايفة من اللي فات لأن ربنا غير اللي فات أنا كايموس ماضي جديد لو أنتوا فاكرين لسه إحنا كنا بنقول إيه وبعدين كلمنا عن معركتنا ليست مع دم ولحن المهم الحقيقي ما عندوش أعداء من البشر ما عندوش أعداء من البشر ما عندوش أعداء من البشر لا في البيت ولا في الغيط ما عندناش أعداء من البشر مسارعاتنا مع أجناد الشر الروحية في السمائيات مين إبليس وإزاي بيهاجمنا إيه اللي ربنا ادهلنا عشان نغلبه في حياتنا ونعيش حياة منتصر وصلنا في رحلتنا إلى المحطة دي إلى فصل جديد من الرحلة الطويلة دي سميناه المنادات بالانجيل التلميذ الحقيقي مدعو ان ينادي بالانجيل من اول يوم يعرف المسيح من اول يوم يبتدي يشهد عما صنع الرب به ورحمه وبعدين يتعلم ازاي يجيب الذين يسألونه عن سبب الرجاء الذي فيه وتكلمنا عن دعوة للمنادات بالانجيل فيها كلنا مدعوين ان نزيع هذه الاخبار الصارة وبعدين تكلمنا عن طبيعة هذه الارسلية ارسلنا الى العالم كيف ارسلنا الى العالم شكلها ايه الارسلية دي طبيعتها ايه الارسلية ديت فقلنا عشان نتفرج عليها نتفرج على ارسلية الاب للايه للاب كما ارسلني الاب ارسلكم اه احنا مش احسن منه ولا ايه احنا عايزين نبقى احسن منه دي المشكلة يكفي التلميذ ان يكون كمعليم وتكلمنا في كيف ارسل الاب ابنيه الى العالم فقلنا حاجتين لغاية دلوقتي وانتو مش سايبين لنا وقت عشان نخلص الاسئلة نزلة علينا ترف فاكرين قلنا الحاكتين لغاية دلوقتي كيف ارسل الاب إلى الابن واحد اول حاجة الاول واحدة الهدف والغاية فاحنا متحدين معه في الهدف والغاية اللي هي خلاص العالم مش كده نجاة الناس ان ينتقلوا من مملكة الظلمة الى النور ومن سلطان ابليس الى سلطان الله مظبوط الحاجة التانية التجسد وال الاخلاق والتجسد وده اللي خد حلقتين ويستاهل ولو خدنا في عشرة مش هزعل لان ده احنا عايزين هنا غسيل مخ عشان نفهم معنى ارسالية الله للابن وارسالية المسيح للكنيسة خلينا نقف عن المشترك التالت اللي نقدر نقول فيه كما ارسلني الاب ارسلكم انا ايضا الذهاب الذهاب مبدأ الذهاب جو روح روح خلي بالك من العبارة دي في اغلب الايات اللي ذكرناها سمعنا الكلمة دي اذهبوا الى العالم اجمع جو روحوا ما هو طبعا نروح ما هو ايه احنا مش دايما بنعمل كده احنا عادة بنعمل ايه بنستنى الناس يعملوا ايه يجوا لا هو بيقول ايه روحوا هو عمل كده مش كده هو قاعد فوق وقال اللي عايزني يجيني صح واللي هو اللي جاء جاء عشان كده الناس حواليا بتقول يعني ازاي يعني هي دي الطبيعة ارسالية معناه انا ببعد حد لما امريكالم عن كل الرسل والانبياء ارسلهم الله فده قلب الله قلب الله ان يرسل الى العالم وزي المسأل اللي حكاها المسيح فاكرين بتاع الكرم والكرمين مش كده انه سلم الكرم من الكرمين وبعدين بعت ناس من عبيده من خدامه وبعدين في الاخر قال ابعت ايه ابني اخر الكل قال ابعت ابني فنفس الفكرة كده هي ارسال ببعد 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 وفي الاخر ارسل المسيح الله جاء الينا عظيم هو سر التقو الله ظهر في الجسم مش كده عمانويل الله معنا هو جاء الينا وبعدين لما جاء ما عادش في حتة وقال برضو اللي عايزني يجيلي صح طول الوقت بنسمع العبارة دي جاء له يصنع ايه خيرا وكل ما يروح قرية ويعمل آيات وعجايب ويشفي ويطعم يقولوا خليك بقى خليك ده عندنا مستشفى هنا اي عدو وبعدين هيحصل بقى يعني نمو اقتصادي في المدينة ديت ورواج اقتصادي الناس هتيجي من كل ناحية وهيشتروا ويبيعوا ويأجروا ويعودوا عندنا بسبب وجود المسيح المسيح بيوز لهم الخط قال لهم لا لا انا اللي هروح لهم اي شو بقول حد زيك يلف عن الناس الناس بحي تجاه لك هي اللي دعمل ايه هي اللي تجيلك عمل كده لا يقعد هنا في القرية دي وبينهم باي باي لازم اطلع القرية اللي بعدها با طلع القرية اللي بعدها با طلع القرية اللي بعدها أنا اللي بروح للناس خلي بالكوا من نفس هذا المنطلق المسيح قال للكنيسة روحوا للناس اذهبوا أمرنا أن نفعل نفس الشيء اللي ننتظر الناس يأتونا إلينا احنا عندنا كده أمثال عربية مشهورة يقولك اللي يكل على درسه ينفع نفسه عايز تأكل تعالى كله مش عايز تأكل عنك مكلت ده لو مش بحبك بس لو بحبك هروح وعزم عليك مش كده وحقولك من فضلي من فضلك كل عشق خطري كل صح فأنا اللي بحث أنا اللي بروح لك لأن أنا عايزك لأن أنا عايز أوصل لك الحياة دي لأن أنا عايز أساعدك فأنا اللي بروح لك لو أنا واقف على شط نهر ولا بحيرة ولا بحر ولا في أي حتة وبعند شايف واحد يغرق جوه أساعده ازاي تعالي وانا ننقذك تعالي وانا تعالي هعمل إيه هنطف المية هروح له هروح له مهلوية دريجة نجيه لو الناس دا تروح لربنا كتراحت هو جال علينا أن هي ما تروحش تروح له مش كده الناس عجزة أنها تيجي أنا اللي حساعدها أنا اللي روح لها أرجو الفكرة دي تبقى واضحة فده كلمة إرسالية معناها بابعت واحد بابعتك بابعتك لغاية الشخص دا بتروح له لغاية بيته لغاية داره دي صورة الكنيسة الأولى صورة الكنيسة الأولى كنيسة مرسلة إلى العالم ولما الكنيسة كبرت في أرشاليم وبتدوا بقى يبقوا بالألاف وبتدوا بقى يجتمعوا اجتماعات كبيرة جوة الهيكل وبتدوا يجتمعوا اجتماعات في البيوت فبقى في مجموعات صورة في البيوت وبيجتمعوا في الهيكل بأعداد غفيرة وبقى حصل اضطهاد على الكنيسة حصل ليه في ذلك اليوم تشتت الجميع يا كارسة اضطهاد على الكنيسة تشتت الجميع وبقى يقول الكتاب والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلم الكنيسة الأولى خرجت تنادي بالإنجيل خرجت للشوارع يوم الخمسين مش كده في الشارع خرجت في الشوارع تنادي بالإنجيل وبعدين الكنيسة كبرت قوي فقعدت بقى فيه روشاليم هو ما اتفقناش على كده قالنا روشاليم واليهودية والسامرة وإيه لأيه وإيه لأخصى الأرض فسمح بقى بالاضطهاد يوم ما نسيوا بقى إننا قلنا إيه صحا كده فالاضطهاد رجع الكنيسة لمصارع الأول إنها تجول جالوا مبشرينها بالكلمة زي ما هو كان يجول يصنع خيرا عشان كده فكرة الكنيسة عند ربنا جماعة مش مبنى في العاد القديم الهيكل في مكان لازم كل الناس تعمل إيه تروح له على القال مرة في السنة تعيد فيه ده بيت ربنا ممنوع أي زبيحة يغير فيه وعايز تعيد تعيد هناك فهذا الجديد الصورة مش كده الصورة مش كده كنيسة بلا أصوار الكنيسة مش المبنى الكنيسة هم مين الناس وعلى الناس دولين يروحوا لكل الإيه لكل الناس فالكنيسة مش هي يوم الحد وقت ما بنجتمع لا الكنيسة بتجتمع يوم الحد أو يوم الجمعة على حسب الأجازة والتعبد وعشان تمتلق من الفكر ومن الفهم ومن الحماس ومن المحبة لكن بعد كي بتعمل إيه بتنزل الشغل يوم الاتنين والتلاتة والأربع بتروح للعالم بتروح للمكاتب بتروح للشركات بتروح للمصانع بروح اشتغل وأنا باشتغل أنا رايح أعمل إيه أنا رايح أشخد على المسيح مش رايح لقومة عيشي ويوم الحد رايح أخدم بالعكس ده أنا في الكنيسة رايح أشبع وبعد طول الأسبوع رايح أعمل إيه رايح أنادي بالإنجيل بحياتي وفي كلامي مش دال مش دال مفهوم دلوقتي 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 بني ميكانيس كبيرة وعلى قد ما نقدر نتبقى فخمة قوي ونعملها مكيفة وأقول لأخر عشان نستمل إيه تيجي واللي يجي هيسمع واللي ما يجيش مش عايز يسمع واللي يجي يعرف واللي مش عايز يعرف ما يجيش لا أنا بروح للنهازة أنا بروح للنهازة وبرحلهم حيثهم لما بنطلع قوافل في الريف مش مجرد بنروح نعمل اجتماعات في الكنيسة مش كده بنعمل إيه طول الصبحية زيارات وبعدها نعمل قوافل رياضية إيه قوافل رياضية نروح الأماكن الوسعة ديت ونجيب كورة ونبتقي نلعب فالناس بتديت إيه تتلم فنبتقي نلعب مع الناس فأنا بروح في الملعب عشان أوصل للناس بروح في مجال الميديا عشان أوصل للناس بروح في مجال الموسيقى عشان أوصل للناس بروح في كل قطاعات المجتمع المختلفة عشان أتواجد هناك وأنادي بالإنجيل كنيسة بلا أسوار هذه الفكرة دي مهمة جداً على الكنيسة أن تتجسد أن تتواجد بجمال المسيح برسالة المسيح في كل مكان توجد فيه إلى العالم أجمع إلى الخليقة كلها مش للي عايز هو مش عارف هو عايز ولا لا غير لما يسمع فلما يسمع هيبقى عارف هو عايز ولا لا لكن إلى أن يسمع أنا عرفت منين هو قابل ولا هو رافض خلونا قبل ما نسيب النقطة دي نتفرج على مشهد يمكن يساعدنا أننا نشوفه ونتفرج على إحنا بنعمل إيه في مقابل هو عايزنا نعمل إيه مجلس المسيح ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بحبك رب ونفسي يكون جنبك دايماً قعد في بيتك يا رب اسكم في بيتك يا رب زي حبدك داود اسكم في بيت الرب الى مدى الايام يا رب اتفرس في جمالك انت حلو يا رب انت حلو يا رب اه يا رب مش عايدي يشوف حد غيرك يا رب انت وحدك اللي تملع عليك انت اللي تملع عليك يا رب مش عايدي يشوف حد غيرك يا رب مش عايدي يا استاذ في ايه يا استاذ بالراحة هي الدنيا طارق بالراحة في ايه يا استاذ اتفضل معلش ما ياسف. ولا همك. اتفضل يا استاذ. انا مستعجل جدا والورقة ده لازم يتمدل دلوقتي. اتفضل وريه. يا الورقة بتاعك ده محتاج شغل كتير. تنزل تحت عنده استاذ قادري تختمه وبعد كده تطلع الحسابات ترجعه وبعد كده تجيه. اتفضل يا استاذ. يا استاذ انا عملت كل الشغل اللي حضرتك بتقول عليه ده. انت مش شايفي الاختام دي كلها. هدي نفسك يا استاذ هدي نفسك مش كده. يا بروف. بروف. شغل هايل يا استاذ بعمول. شكرا. فضل بقى حضرتك سيبه هنا. وتعال استرمي بكرا يكون جاهز. بكرا يا استاذ. الورقة ده لو قعد هنا قلتر من كده. انا ممكن هترفض من شغلي. طب وانا زمد ايه يا استاذ حراك تيجي متأخرة. وكمان متضايق. الساعة كان في لك يا استاذ. اربعة ونص يا سيدي. وخمسة. الساعة اربعة ونص وخمسة يا استاذ خليت لقيك في كلامك. طب المصلحة هنا بتقبل الساعة خمسة. يعني الورقة ده ياخد شغل اكتر من نص ساعة. يعني انا امشي الساعة خمسة وخمسة من هنا. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ مع السلام وعد علينا بكرا. خمسة وخمسة قال. يرديك كده يا رب. يرديك انا اتأخر عن بيتك. كمس دقايق؟ الاجتماع الساعة خمسة. انا بقى اروح البيت. المقدس? الساعة خمسة وخمسة. ده اسمه كلام يا رب. يا رب العلم وضع في الشرير يا رب العلم وضع في الشرير. علشان كده يا ما نفسي يا ما نفسي اخد اجازة كده من شغلي يجي 3-4 سنين واقعد كده اقعد بس في بيتك اقعد ربي كده بس في بيتك مكتبست المسيح مؤمن قوي صح تقي يعني يا خاف الله يعني ايه رأينا بحس ان هو بيعمل كده رضى لربنا يعني عايز يرضى ربنا فرد عليه مش حبا في ربنا بس ايوة اي رأيك تدين ده مش ايمان ده تدين ليه يعني قشور ده لو مؤمنح بحقه ايوة كان ممكن يمضي الورق وي ليه وبعدين في شغل بيصلي غلط يعني هو وفي الشغل كل شي تحت السماء وقت مش غلطان وبعدين هو راجل جاي الساعة ربعة ومص متأخر فعايز يمضي الورق ياخد اجازة بمرتب تلات سنين عشان ايا كان مادة بمرتبة بس انا شافين اي حاجه عادي اي الراجل عايز قدام ربنا بس بقيت نظر برس انت مؤيد ليه لا طبعاً هو مش الواضح تماماً هو عايز يعود خلص قدام ربنا لأنه يعني هو شكل مش واغد حاجة من ربنا أسيساً يعني السلوك بتاعه والتصرف بتاعه هو مش واغد حاجة من ربنا ليه هو راجل دقيق أنا مقايدة طنطن هو متدين هو مش مؤمن يعني في سلوك وفي طريقته في طريقة دي كلها لا هو مش ليه؟ ليش شلوبه بس جديد؟ يعني حتى كمان لما دخل عليه راجل هو بيصال يعني المفروض حتى بعدها يعني آي نعم كنت بصلي في وقت الشغل بالمنظر ده ووعطلت وقت الشغل يعني كممكن يرفع قلبه الموضوع مش بالمنظر ده أنا شايفاً هو صلاته دي عاصرة الراجل التاني ما كانتش حاجة كويسة بذات أن هو بعد الصلات هي تمثيلية يعني ممكن يبقى في قلبه أو ممكن يكون في قلبه طبعاً لما فيش يعني ده أوكي لكن أنا قصدي أن هو يعني بعد صلاتك بالمنظر ده تعملت مع الراجل بالمنظر ده فأنت حتى مش خرج بموحدة ربنا تماماً يعني حتى لو بقلبك أيوة أسمع رأيي هنا تاني هو معنى أن هو مؤمن وراجل يعني ماشي على الموعيد وكده معنى أن هو يجهل للناس أو يكون مش رحيم على الناس أو يكون حتى ما يديش للناس وقت طبعاً هو هو غلطان هو مش فاهم حاجة هو آه ممكن يبقى متدين وحس أن هو ده ممكن يكون بيخدم ربنا أو بيساعد أو بيصلي ربنا في علاقة لكن هو أساساً مش فاهم هو مش فاهم أنه أنه الناس اللي جاية له دول الشغل بتاعه ده ربنا طالب منه يكون أمين فيه ربنا مش طالب أنه هو يسيب الشغل ويسيب ويعطى للناس بس هو الراجل جاي متأخر؟ حتى لو جاي متأخر طبعاً أربعة ونصف ويعني أنا ممكن يديله من وقت ايه؟ اشتغل غلط همساً لا ربنا يعني 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 يفهمني أكتر ولو أنا سعدت الراجل ده واتباعي كان روحت الكنيسة ده مش تخرب الدني هو أكتر علامة بتبين الإنسان ده يعرف ربنا أو لا يعني مش متدين إنه يعني مش بس يعمل شغل الناس بيحبهم حتى هو بيعمله فهو مش بين عليه حتى نطيق الراجل كان ممكن ما يمضيش بس هو مش طيقه أساساً خلي بالك من النقطة ده أفتكر ده بيت القصيد ده بيت القصيد أنا أنا شايف الناس أنا موجود في المكان ده عشان إيه إيه؟ عشان أخدم الناس دي ده 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 التجسد في المجتمع أنا هناك عشان أخدم الناس دي فتخيله إن ده المنطق بتاعنا ها؟ يعني ما أنا بشتغل بشتغل لربنا فأنا بشتغل لربنا مش بشتغل لصاحب العمل وموجود عشان أخدم الناس فتخيله ده واستقبله أهلاً وزعلاً ولا يمك وأهلاً شوفي إيه؟ ساعدك إزاي؟ قادرة أصلك؟ أنا بأخدم الناس أنا معايا رسالة للناس جال يصنع خيراً وينادي بملكوت السماوات بس بيصنع خير الأول فأنا ما بأصنع خير لما بأخدم حاجات الناس ديت دي دي أول ده ده الاستفتاح دي بداية الرسالة لما أنا مش بعمل كده أصلاً أنا قفلت الرسالة أنا قفلت الباب أنا مش فاهم أنا هنا ليه؟ أنا فاهم أن أنا هنا عشان لقمة العيش لا أنا عشان حاجة أكبر من لقمة العيش عشان أنا عندي رسالة والرسالة دي الناس أمة أهم حاجة فيها الناس أهم حاجة فيها إحنا قلبنا الموازين وافتكرنا ندل ربنا عايزه بينما الحقيقة عكس ما إحنا تصورنا تماماً دعني أخذ نقطة رابعة أرسلنا أروح للناس أروح للناس أروح للناس مش أستناهم يقولي أنا رايح للناس أنا رايح الشغل أنا رايح النادي أنا رايح السوق أنا رايح ومطرح ما أنا رايح أنا رايح لمين؟ للناس وبعدين بيقول وانتوا رايحين للناس قال لهم بقى عبارة غريبة جدا للمسيح أرسلكم كحملان وسط دقاب هو حصل معا كده؟ ده في إرساليته لينا هو حصل معا كده؟ ولا لا؟ حصل معا كده سمى حمى لله مش كده؟ والناس نهشت فيه مضبوط فبيلغى لبالكو اللي حصل فيها هيحصل فيها وأنا ببعدكو كده أنا أرسلكم كحملان وسط دقاب لقى عشرة ثلاثة هأنا أرسلكم مثل حملان بين دقاب فكونوا حكماء كالحياة دي في متى بقى نفس الآية في متى بيكملها فكونوا حكماء وبسطاء خدنا دي في باب المسيح فاكرينها إنه هو ورانا عملها إزاي كده؟ فهو أرسل كحمل وسط دقاب وعشان يقدر يعيش وسط دقاب دي ويؤدي الرسالة بتاعته حكتين مهمين أوي كان حكيما وكان بسيطا الحكمة بدون البساطة تتحول إلى خبث والبساطة دون الحكمة تتحول في نظر الناس إلى برضو عبط لكن اللقائين بتوعي الاثنين دول ده الصفاء والنقاء ده اللي بيجسد حملان وسط ذئاب لكن أعارف أعيش لكن عارف أعيش أنا بأرسلكم كحملان وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام وشرحنا الحكاية دي قبل كده فمش عايز أطول فيها كتير بيقولها مرة تانية متى عشر بقى عشرين وخمسة عشرين ليس التلميذ أفضل من معلم وللعبد أفضل من سيدي يكفي التلميذ أن يكون كمعلمي ولعبدك يا سيدي إن كانوا قد لقبوا رب البيت ببقى على زابول فكان بالحري أهل بيتي إحنا عايزين الناس تعملنا أحسن ما تعملت معاها صح؟ صح؟ عايزين الناس تعملنا أحسن ما تعملت معاها صح؟ معنو أحسن مننا وده جزء مننا مش عايزين نروح لهم يمكن يرفضونا ما يرفضونا يمكن يهنونا ما يهنونا إحنا عندنا توقعات غلط إحنا عندنا رغبات غلط وده يرجعنا اللي كنا بنقوله من بضع حلقات لما كنا قولنا وهو ربنا عايز يتدخل وهو ربنا ما يساعدنا طيب ما يفكاه علينا ما يساعده هو عايز بس لو إحنا إيه؟ إحنا رحنا إحنا رحنا لما بروح وده البند اللي بعدها على طول بلاقي معونة إلهية غير عادية لما بروح بلاقي معونة إلهية غير عادية بصوا ففي حياته هو شفناه كده محتقر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن طبعاً في الصليب بنشوف المنظر بقى يعني فعلاً تتجسد فكرة أنه يعني بنهشوه بنهشوه زئاب بتنهشو بتنهش هذا الحمل بتذبح هذا الحمل لغاية النهاية وهما وعدناش بحاجة بعيدة عن كده في العالم سيكون لكم ضيق قدوه بالانا لا أن نؤمن به فقط بل أن نتألم من أجله بس إحنا مش عجباناً الحكاية داية أنا زينا أخد نص أولاني من غير نص تاني وده اللي بيبني عناس كتير من فكرة الذهاب بالعكس أنا أقعد مكاني وأبني أسوار حولي أسوار من الحماية إحنا بمر بوقت صعب وسط أحداث الثورات اللي حصلة دي بنمر بوقت صعب بس كلنا مش بس إحنا كمسيحيين لكن يمكن بصورة خاصة المسيحيين هنصلي إزاي هنتصرف إزاي هنصلي حماية وننكمش ولا بالعكس ده في الوقت اللي هنتواجد فيه وسط المجتمع وحنحط إدينا في إيدين الناس وحنكون علاقات أفضل من أي وقت فات وحنستخدم الوقت ده للتعبير عن الحب حب للوطن وحب البعض وحب للناس اللي حوالينا ونخاف على الآخرين أكتر من خاف على نفسنا لفرصتنا لكن من كل أسف ناس كتير بتعمل عكس بالزبط من عكس الدعوة اللي دعينا إليها إحنا مش عايزين القلم إحنا مش عايزين صورة حملان وسط زئاب سواء ما خدعناش هو ألهلنة من الأول هو ألهلنة من الأول عايز أكمل الصورة دي دي في لبي واحد تسع وعشرين وهي بالاكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا إذن الألم جزء من الهبة البعد الخامس اللي بيمشترك بيننا وبينه في هذه الإرسالية الرفقة والمعية والسلطان وعايز أحطها مع نمرت أربعة دي لأن أربعة من غير الخامسة دي تخوف صح؟ حملان وسط زئاب لوحدها تخوف بس بيقول لو روحته لو روحته وبعدكم كحملان وسط أنا هكون إيه معاكم عشان كده من الأول كده اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بينجيل الخليقة وها أنا معكم بصوا الآيات اللي بتكلم عن المعية في الإرسالية علموه أن يحفظوا جميع أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر وده اللي حصل معه هو فبيقول زي ما الآب عمل كده معايا أنا هعمل كده إيه معاكم الذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه لأني بعمل اللي هو عايزه أنا بحقق الإرسالية اللي بعتني لها هو معايا ومش سايبني إذا أنتوا سمعتوا الكلام وروحته أنا هعمل إيه أنا هكون معكم كان معنا خمس حاجات الاشتراك في الهدف الاشتراك في فكرة الإخلاق والتجسد الاشتراك في فكرة الذهاب الاشتراك في فكرة حمل وسط ذئاب الاشتراك في فكرة أني وأنا في الحقل يا ابني اذهب اليوم أعمل فكارمي إذا روحت أنا هبقى إيه معاك طبعا أنت معايا كل حين لأ هبقى معاك بطريقة إيه خارقة بطريقة خاصة جدا إذا روحت هباركك باركة أنت لا تتصور وده اللي بيحصل بقى لما بنروح للناس برسالة المحبة لما بنروح للناس برسالة الإنجيل بنختبر حضور إلهي مجيد وبنختبر اللي هو بيقوله عليه أما هم فذهبوا وكرزوا بالإنجيل والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة بعض المؤمنين الصغيرين لما نزلوا أول مرة قفلة زي ما حصل معايا أنا فيبقى مؤمن جديد وأول مرة نازل قفلة وخايف بقى وحيزور في بيوت والناس مش عارف أول مرة حيقابل ناس إيه وده اللي يقابل تاجر مخدرات واللي قابل تاجر سلاح أنا يعني إيه بني أول مرة نزل فرجع يقول لي يا بابا يعني يعني تاجر مخدرات وتاجر سلاح وكان مرعوب من الموقف وكيات قفلة رياضية فأنت بتتخطى كل الحواجز وبتروح لناس أسعب منك وبتسمع قصص فظيعة جدا 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 حاجة غريبة جدا الناس ترجع تقول يا أسيس أنا صليت لعيانين خفوا أنا عمري ما صليت لعيان في القاهرة أو خف بس هناك خف لقيت ناس فيها أرواح شريرة صليت خرجت الأرواح أنا أول مرة تحصل معايا دي جدا ولما بروح وصلي للناس ما بيحصلش معايا جدا السر هو دي السر السر لما بطيع وبطلع برة منطقة الأمان وبروح للناس وبحقق الحكاية دي هاته وببقى كحمل وسط ذئاب بيبقى هو معايا هو معايا عشان يحميني عشان يقودني وعشان يؤيد الكلام بالآيات تابعة مش عشان خاطر يعني احنا موجودين مع بعض وبقى رحلة ربنا بيبقى معانا بقى طلعين رحلة بقى معانا في الرحلة زيادة لا 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 بنطلع رحلات ما بيقاش في الحضوري الإلهي دي ولا القوة ولا التأييد الإلهي الفارق للطبيعة لكن زي ما هو المسيح قال كده الذي ارسلنيه معي ولم يتركني لأني في كل حين أفعل ما يرضيها عايز تختبر معايا إلهية هاستختبر سلطان هاستختبر حضور ربنا هاستختبر قوة غير عادية في حياتك اسمع الكلام إنك تروح للناس اللي تنادي بالإنجيل وطح الحتة دي وطح الحتة دي أما بعت التلاميذ قال لهم كده أعطيتكم سلطان أما بعتهم قال لهم أعطوهم سلطان على أرواح النجسة وعلى الأمراض وهنا في لقى عشرة أعطيتكم سلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضر لكم شيء هناك سلطان خاص وإحنا ذاهبين إلى حقل الإرسالية لما يقولوا مش لاعب وعد في البيت يديني السلطان ده دي مش لعبة ما يتلاعبش بيها مش لعبة يتلاعب بيها إذا رحت هدهالك لأن دي حاجة لزوم الشيء إذا ما رحتش أنت محتاجها مضبوط ساعة في البيت هتحتاجها في إيه؟ مستحق هال عندنا دقائق بسيطة إذا كان في أي سؤال في الجزء ده كما أرسلني ألقاب أرسلكم أنا أيضاً في خمس حاجات على إيدك كده تفتكرها إذا عايز تروح أخلي بالك طبيعة الإرسالية دي تلها نفس الهدف أن الناس ضاير أن نختطف من النار حتى الثوب المدرنس من الجسد أيوة أنا أريد أن أسأل في الحتة الخدمة في طاعتها وهي كانت مرسلة فالوقت اللي فات لما كنا بننزل القوافل كان بيقول لنا اهدف شوية ليوميندول ليوميندول الألأ وأكيد حركوا تعرف أن الوقت اللي فات كان فيه عجز شوية في الخدام الناس قاعدة في البيت خايفة فوسط الاختبارات دي مش خايفة تروح الخدمة دي خايفة دي الكنيسة نقا لا دي بيصيبة تانية ده يعني دي ده يعني ده ده ألتم يعني ده ده يعني أكمل يا حديد يعني الناس مش خايفة تنزل المظاهرة لكن المؤمنين خايفين روحوا الكنيسة يعني ده جديد علي دي تفضل فاحنا وسط الحماية اللي احنا ننصق فيها من الله أوكي في برضو يعني الكتاب بيتكلم عن القلم اللي مر بيه الرسل والاتهاد والفيه اللي تقتل وفيه اللي تسجن وكمان الاختبارات اللي بنسمعها بتقل الناس كتيرة قوي بأن هما فعلا ينزلوا بتقل الناس كتيرة قوي بأن هما يكرزوا وفيه طبعا بتبع علامات استفهام كتيرة حوالين يعني لي يا رب سمحت وأنا رايح أخدمك أنه يحصل واحد ومن ثلاثة وحاجات بتبقى فعلا موجعة فمش عارفة يعني حملان وزئاب ومعا معايا والسلطان ساعد الناس أنا مش هروح لحق للإرسالية ولا حروح للناس أنادي بالإنجيل مش هيصبني أذى أكيد طبعا يعني الأذى هش هيصبني لا هيكون فيه طبعا هل الأذى في حقل إرسالية أكتر من الأذى برة حقل إرسالية يا أظن في العالم أكتر كمان في العالم أكتر ممكن أكتر وأنا قاعد في بيتنا أكتر منه أنا في حقل إرسالية يعني أثناء الثورة اللي فاتت ديت الحدثة الوحيدة اللي حصلت لأعضاء من عندنا أعرفوا من الكنيسة حصلت لأخت عندنا كانت في كندا وقتها في خبططة عربية في كندا ما كانش في مظاهرات دي الحدثة الوحيدة اللي عندنا خلي بالكم من الهكاية ديت في شخصية مشهورة اسمها برادر أندرو الأخ أندرو وده اسم حركي ربنا استخدمه مع البلاد الشعوعية أنه يهرب كتب مؤدسة وأنه يساعد الكنيسة المضطهضة لغاية لما أسوار الشعوعية سقطت والكنيسة خرجت للحرية وربنا استخدمه كتير قوي أياما هرب كتب وكل مرة كموك يطيبض عليه وهناك مش هيطلع له فجر محدش هيشوفه يعني بيقول أكبر حدثة حصلتلي في حياتي كنت رايحة تفسح وطيارة وقعت بي بس نجا ففي الأمور الخطرة جدا نجيته في البرة إلا هو اللي جات في في دائرة الراحة فخلي بالكم الحكاية ديت هل أنا بتألم في العالم وهل بيصفني أذى ولا شر ولا الإنسانة دي اللي اختصبت لأنها في حق الإرسالية لا لأننا في العالم بالعكس وأنا في مركز إرادة الله ده أكتر مكان ربنا يحفظ بس هو بيحفظني مش يصبني أذى المسيح ما صابوش أذى بس في وقته واستخدم الأذى لغرض أختم بالقصة دي شخص التقيت به قصته رهيبة الحقيقة راح لحقل مرسلي لمكان غير مسيحي على الإطلاق والإنجلي هناك لم يجد مكانه لسنوات طويلة على الإطلاق وعاش هناك وحب الناس وخدمهم وبعدين بنته اتولدت هناك وكانت ظروف صحية سيئة جدا وأصيبت بمرض وماتت وكانت مأساة كبيرة أوي لكن فوج أن مرض بنته دوت فتح الباب للإنجيل في هذه البلد كما لم يفعله أحد من قبله وكل الناس اللي راحت لهذا الحق يعني عجزت أنها تصل إلى قلوب الناس لكن أنه جاب أسرته وأنه عاش هناك وأنه بنته اللي عندها مش عارف أفتكر سنتين والأربع سنين ماتت بهذا المرض المجتمع كله اجتمع حواليه وابتدوا يسموا الشارع باسمها والمدرسة باسمها وبقى هو بطل قومي وبقى مش عارف العمدة مش عارف بيعمل معه إيه وتفتحت أبواب للخدمة هائلة فبيقول أنا فقدت بنتي بس دا عمرها يعني لو كانت عاشت في حت تاني كانت برضو هتموت دا راحت بس راحت في المكان الصح فتحت أبواب عظيمة عشان كده النقطة اللي حضرتك أصرتها في غاية لهمية إبليس بيخوفنا إن في حق للخدمة أنا معرض للخطر أنا معرض للخطر في كل مكان في العالم سيكون لكم ضيق مش في الخدمة صح وبالعكس في الخدمة يمكن الخطر أكتر بس المعية والحضور إلهي أكتر أكتر وده اللي إبليس مش عايزنا نفهمه عشان نسحب من الخدمة في خطر أه في خطر في زياب في زياب في شر أو في شر ممكن يسبنا ألم موهبة لنا أن نتعلم صحيح فده موجود وده موجود في الخدمة وبرا ليه وبرا الخدمة ده يدفعني أني أكون في إرادة الله مش يدفعني أني أهرب من إرادة الله عزيزي المشاهد أشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقة وصالي في قلبي أن يحفظني ويحفظك ويحفظ إخواتي تلاميذ للمسيح وأن عدو الخير لا يخدعنا بأفكاره ولا يضللنا لكن نعيش تلاميذ لحق تلاميذ للمسيح ربنا معاك أمين نعيش تلاميذ للمسيح تلاميذ للمسيح تلاميذ للمسيح تلاميذ شكرا